أدانت مصر اقتحام وزير إسرائيلية لبحث المسجد الأقصى الشريف بالتزامن مع تمرير الكناسة الإسرائيلية قرارا يرفض إقامة دولة فلسطينية في تنصل واضح من مقررات شرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام وفي بيان لوزارة الخارجية أكدت مصر خطورة ما تمثله تلك الإجراءات من تصعيد غير مسؤول معتبرة أن تزامن هذا التصعيد مع الاعتداءات الإسرائيلية على قطع غزة والاقتحامات المتكررة للضفة الغربية يؤكد الإصرار على تاجيج المشاعر وزيادة حدة التوتر والاحتقان لدى الشعوب الإسلامية وفي العالم الأجمع هذا وطالبت مصر الحكومة الإسرائيلية باحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس داعية الأطراف الدولية الفاعلة في المجتمع الدولية للاطلاع بمسؤوليتها في حماية الحقوق الفلسطينية واحترام المقدسات الإسلامية والمسيحية ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة وأكدت مصر أنها ستواصل جهودها الدعوبة في سبيل التواصل لحل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة